أعلنت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إطلاق سراتيجية السياحة الخضراء استكمالاً لخطة مصر نحو التحول الأخضر والاستدامة البيئية في كافة القطعات والتي تعتبر واحدة من أهم أهداف سراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر 2030 في ظل استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ الذي تستضيفه نهاية العام الجاري بشرم الشيخ خطوة أولاد من استراتيجية واسعة لتحول المدن السياحية المصرية لمدن خضراء استراتيجية أطلقتها وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة السياحة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من أجل دمج معايير الاستدامة في الأنشطة السياحية نحن بالتنصيق مع وزارة السياحة والأوثار بقلنا سنتين شغالين في فكرة دمج تنمية الخضراء في كطاع السياحة وتنمية الخضراء هنا ما بنتكلمش على مفهوم محدد إحنا قبل كده أطلقنا حملة أكو إيجوت اللي كانت بتتكلم عن السياحة البيئية في المحميات الطبيعية النهاردة إحنا خرجنا برا المحميات عشان نقول إيه الممارسات البيئية لقطاع السياحة ممكن إنه هو يقوم بيها فالحقيقة اشتغلنا جنبا لجنب مع وزارة السياحة وللقطاع الخاص السياحي في الفنادق الفنادق إزاي تأخذ العلامة الخضراء الممارسات الكافيهات والمطاعم تحت شعار نحو التنمية الخضراء لقطاع السياحة أربعة معايير تبدأ بها الاستراتيجية من دعم تقني وتدريبات للفنادق والعملين بها مراعاة الاعتبارات البيئية للحفاظ على المناخ والطاقة النظيفة إطلاق منصة إلكترونية لتحديد الفنادق ذات العلامة الخضراء بالإضافة للاستفادة الكاملة من قطاع السياحة لدعم المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق السياحية نحن فخرون بشدة بإطلاق هذه المبادرة فنحن شركاء مع وزارة السياحة والبيئة هذا مشروع مشترك وواحد من أهدافه الرئيسية هنا والتأكيد على أن الاعتبارات البيئية محل اهتمام ومتضمنة داخل ملف السياحة المصري سواء في المطاعم أو الفنادق وستكون هناك معايير لاحترام البيئة وتنوعها وعدم فقد الطعام وأن نحافظ على الطاقة وأنها مبادرة مهمة جدا وخصوصا لأن مصر ستستضيف قمة كوب 27 بمناسبة مؤتمر المناخ كوب 27 في شرم الشيخ ففي قرار وزاري صدر بأن الفنادق الموجودة في شرم الشيخ تكون كلها فنادق تحمل علامة خضراء أو برنامج بيئي فبالتالي دي خطوة جيدة جدا ودي خطوة كمرحلة أولى لكن المراحل المستقبلية أو المراحل التالية ستكون على جميع المنشآت الفندوقية في جمهورية مصر العربية مبادرات واستراتيجيات تنموية مستدامة وخضراء تعمل عليها الدولة المصرية للارتقاء بمستوى القطاع السياحي تأتي بالتزامن مع استعدادات مصرية لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر من هذا العام كريم بيبرس التلفزيون المصري